بسم الله الرحمن الرحيم ايجيش في الامتحان لان انا دايما بحاول ادور على الصعب عشان اقول ده اللي هيجي في الامتحان طبعا الكلام مش مزبوط تماما وزي ما دا قولنا مرات عديدة قبل كده الامتحان سهل جدا 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 جاي عشان يسألك في اللي امتى تعلمته مش يسألك في اللي امتى مستصعبه مفيش حاجة صعبة النهاردة هنتكلم عليه المضارع اللي هو احنا عملين نحفظ في افعال وبطريقة تقريبية وممكن يجيلي فعل انسى خالص او اجي حلو اقول انا مش عارف المعنى مش عارف التصريف هنتعامل بطريقة جديدة النهاردة خالص وحنتكلم بعد ما خلصت المضارع هنتكلم على زمنين والزمنين يعني مش عايز اقولي الاتنين عكس بعض بس الاتنين واحد مستقبل والتاني ماضي فواحد بقول عليه المستقبل القريب لفاتير براش اللي هو حاجة هتحصل قريب وحاجة اسمها الماضي الحديث اللي هو حاجة لسه وقع من دقائق او ساعة على الاكسر فاذا النهاردة هنتكلم في ورقة الامتحان على التلات ازمنة دول وما تقولش لنفسك ان الفريزون ده ما يجيش في الامتحان ده كل حاجة تيجي وقلنا قبل كده ان الغلطة بتبقى على الصعب بالنسبة لك او السهد فالغلطة هي هي بدرجة لكن ان شاء الله مش هنغلط وحنقفل المادة بتاعتنا دي وحنشوف في الامتحان انا ايه اللي حيفرق لي ما بين الازمنة التلاتة اكيد طبعا هي الكلمة الدلة اللي بتيجي في الاول مناء على الكلمة الدلة هختار الزمن اللي انا هختاره من بين الاقواس وتعالوا بينا نشوف مع بعض الازمنة وعلاقتها بورقة الامتحان بتيجي ازاي الافعال اللي موجودة عندي في المنهج ما بيخرجش عنها هي اللي بتجيلي طب انا مش حافظ معنى الفعل لكن عارف التصريف فانا بختار على التصريف الجرامير لكن عارف التلات اختيارات اللي بين الاقواس دي طريقة الاسئلة في الامتحان ممكن يجيب لي فعل واحد فقط هو اللي صح كتصريف مع الفعل طبعا هو ده اللي بختاري وممكن يجيب لي التلات افعال اللي موجودين التلاتة كجرامير مع الفعل صح يبقى حطر أسيبي الجرامار وأدور على الصنس يعني أدور على المعنى تعالوا بينا نشوف ونبدأ مع بعض حلقتنا بنبدأ ب اللي هو المضارع وشرحنا التقليدي اللي هو عندي في اللغة الفرنسية عندي ثلاث مجموعات المجموعة أولى تنتهي بأر المجموعة التانية بتنتهي بأر المجموعة التالتة لها نهايتين يا إما أر أ يا إما أو إي أر وعارفين إن المجموعة الأولى لما بجأ صرفها بحث في الأر وبضيف نهايات وبعد كده أس وبعد كده أس وبعد كده أزد وبعد كده أن تي وقلنا المقطع ده نوسو برونانس باي يعني لا ينطق الإي أر قال لي أكني بالضبط كده بشيل الأر العفعالي العادية وحط أس أس تي أس أس وأن أس 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 أزد أس أس أ أن تي والمجموعة التالتة بتبقى شواز الفعل اللي بيجيلي بحفظه تكلمنا على الطريقة التقليدية عايز بقى أقول حاجة لأننا نهارة زي ما أعرفنا في المقدمة أنا حتكلم عن التلات أزمنة الماضي الحديث المستقبل القريب أنا حاختار في الامتحان بناء على إيه قال لي آه الحاجة اللي بيجيلي في الأول اللي هي الكلمة الايه الدالة أيه كلمة الدالة بالنسبة للبريزان لو جينا كده فتحنا صفحة جديدة أيه كلمة الدالة قال لي ألاقي ألاقي كلمة بالنسبة للبريزان قال لي ألاقي كلمة aujourd'hui يعني اليوم ألاقي كلمة maintenant maintenant يعني الآن ألاقي كلمة شك وجاي وراها وجاي وراها اي حاجة شاك جور شاك سمان بتكلم على حاجة بتحصل باستمرار ألاقي كلمة تو مع اختلاف اللي بيجي وراها أقول مثلا تو توت لا سمان طوال الاسبوع وطبعا تو والتفرعات بتاعتها اذا في كلمات كتير في كلمة تو جور وفي ناس طبعا حتقول اه دي الكلمات دي اللي ما مخدناها في النفي او حناخدها في حلقة تانية في النفي تجور ليها نفي تجور يعني دائما كلمة سوفان يعني غالبا كلمة اي حاجة منتهية بفوا يعني ده احيانا كل الكلام ده بيدل على المضارع لكن احنا بقى عايزين نتعامل مع ورقة الامتحان الكلام ده حيجيلي فين يا اما في الجرامير فانا بعمل اشواء باختار انتر بارونتاز ما بين اقواص هاختار يبقى هاختار الفعل بناءا على الكلمة الدلة طبعا مضارع وفي نفس الوقت بناءا على الضمير يعني هاي يقول لي كده ايه علي نقط خلاص وفتح قوس او جاب لي بي ويجاب لي سي في الحالة دي حلاقي ذرب ابراندر 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 واو ابران باس او ابران بالمنظر ده كده هنا بقى تخش لازم اتعامل مع جميع المستويات انا بالنسبة لي دلوقتي اه ده لازم اكون حافظ معنا الفعل وحافظ التصريف بتاعه وا 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 ده الفرنساوي التقليدي زي ما انا ودقت شرحي كده قلت الشرح التقليدي لا احنا وصلنا ده قتي ان الكلام مكتوب قدامي لازم اعمل علاقة ما بين الافعال اللي بتمر علي واستخدامها بمعنى حنعمل كده وحنعمل ورقة مهمة اوي 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 قاقع ده انا قلت انا قلت الافعال حستخدمها يا اما اونتر بارونتسكا جرامار يا اما حيجيبلي في المال اللي بيجي في اخر الامتحان حيجيبلي كستيون وانا حارد عليه بايجابة سؤال وانا حارد عليه بايجابة يعني يعني حيسألني بتو حرد بإيه حرد بجو حيسألني بفو حرد بإيه حرد بنو إذن أنا عندي تعديل كده جميل قوي أو تلخيص إن أنا عندي جو وعندي تو وعندي إيل اللي طبعا بتساوي إيل وبتساوي نو لو قلت إن أنا لقيت فعل جايلي في الامتحان منتهي بإيه يبقى حلق إيل مع تو منتهي بإيه أس حلق إيل مع الإيل منتهي بإيه طيب حركت شوية مع الجو الفعل لو منتهي بإيه بمجموعة أولى منتهي بإيه منتهي بإيكس منتهي بإيه أس إيه دول قال لي دي نهايات أي فعل في الدوزيام جروب أو في التروزيام جروب المجموعة الثانية أو المجموعة الثالثة لكن المنتهي بإيه يبقى المجموعة الأولى طيب إيه تاني بيتحصلوا إيه لما بيتحول إلى تو أو العكس بقى لو أنت في الامتحان سألك بديو حتجوب بجو في المال قال لي الأس تنزل زي ما هي قال لي الإيكس تنزل زي ما هي قال لي الدي أس تنزل زي ما هي آه خرجنا من المعلومة دي بإيه قال لي أن المجموعة الأولى ما لهاش علاقة أنا ما عملتش أهو قال لي لأن الجو بتساوي ت في جميع الأفعال ما عدا البروميو جروب البروميو جروب بيحصل إيه بحول من قول أس ما عدا ما عدا إيه حكتب كده وأنت اللي حتجاوب سوي هتبقى إيه ذي هتبقى ذا إيه هتبقى آه آه معادة مين معادة تروى بإرجلية تلت أفعال الشوازي اللي بدأنا ليهم اللغة الفرنسية لما كنت باستخدمهم بور بريزونتي مع عشان أقدم أو بور مو بريزونتي عشان أقدم نفسي لهما برب أتر برب أفو برب ألي و برب أفو لكن غير كده أي فعل مع الجو ينتهي بإيه مجموعة أولى إذن في الجرامير أنا ممكن أختار من غير ما بأعرف المعنى هختار بناها على إيه جو هختار فعل منتهي بإ تو الفعل منتهي بأس دي المجموعة الأولى في الجو وتو لكن غير كده مع تو منتهي بأس يبقى مع الجو منتهي بأس لو أنا بحول من إجابة من سؤال إلى إجابة في المال إكس إكس دي أس دي أس ما عدد ثلاث أفعال طيب لو كلمنا كده على التعديلات دي قلنا البعي تبقى أس تبقى أولى طب في المجموعة التانية بتبقى T S S تبقى T X X تبقى T DS DS تبقى D والتلات افعال دول Sui و A تبقى V S T V و Va تبقى Va A و A تبقى A عشان نلاحي الطالبة دي جميع افعال اللغة الفرنسية Je و Tu طب زي ما عملنا كده ما تيجي نعمل معلومة كمان قال لي لو سألك في الامتحان بحنقول مثلا انا بجاوب بنو عايز اختار فعل مع نو وطبعا نو لو بسأل تتحول V و عندك في المال حيسألك بV بتجاوب بنو الفعل مع النو ايا كان حينتهي باي قال لي انتهي بO الناس طب مع الفو قال لي نفس الفعل جسم الفعل هو هو بنزله بس بتتحول الى Z ما عدا ما عدا ايه قال لي معدا تروى ذرب تلات افعال في اللغة الفرنسية بص القاعدة هكتبها ازاي تروى ذرب تلات افعال زاد الضمير V لما بيصرفوا مع V انا عارف ان الفعل مع V بينتهي بO Z قال لي لا المرة دي التلات افعال دول مش هينتهوا بO Z اما اللي هينتهوا بايه قال لي هينتهوا بT O S مين التلات افعال دول هتلاقي عندك فيرب اتر حيبقى ات فيرب فار اللي هو يفعل مزبوط برافو حيبقى فت فيرب دير حيبقى ديت دول التلات افعال احنا كده كلمنا على بالنسبة للج والت والقيل خلاص لو لقيت مع المجموعة لو القيل والقال هتلاقي دايما الفعل مع القيل والقال مع القيل او القال افك اس حيبقى الفعل منتهي بايه بأ انتي الا الافعال اللي هي ص وفن وقان وفن ايه الافعال دي دي الافعال اللي هو فار وافوار وقال وقال و اه وفير بات اذا المضارع سهل جدا 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 انا باختار من بين الاقواص بشوف لو جاب لي في الامتحان طب عايز ادرب نفسي كده هيقول لك مثلا اه زي الجملة جات في امتحان اه الفين وتمنتاشر قال لي اه نو مثلا جو تي انا جايب الجملة بالفعل يعني جايب لي قال لي بوون بالتحديد دي الافعال اللي جات وعندي بوين وعندي بوار طبعا انا عندي نو وانا مغمض هاختار ال او ان اس طيب لو جاب لي نو نوات زي ما قلنا قبل كده مثلا ايه مو ايه رامي او دو تي خلاص وقال لي ا وقال لي بي وقال لي سي ال ا قال لي بو و هنا بوار و هنا بوار لو جينا افتكرنا احنا كنا عارفين ان ال او دي بتسوي حاكتين بتسوي ايه بتسوي التصريف وبتسوي نو معنى معنى يعني ايه يعني لو جايب صفة بعد كده تبقى الصفة جمع طالما بدأت بمو ايه كذا تبقى جمع لكن التصريف لازم يكون مفرد يعني ال او اختار او الناس قال لي لا لانها بتسوي ايل في التصريف و ايل برافو 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 قلنا ال ايل على طول الفعل بتاعها بيميزها بيبقى حرف الت لكن ما ينفعش يبقى بوار مصدر زي كده غلط وبوفون غلط يبقى بوار زي ما شفنا اعزائي الطلبة ان انا عندي المضارع المضارع بيعتمد ممكن جدا ما يجيبش الكلمة الاولانية دل على اي زمن خلاص جايب لي وحاختار مضارع من بين الاقواص فممكن يجيب لي الثلاث افعال زي ما قلت الثلاث افعال تصريفاتهم تنفع مع الفاعل هدور على المعنى هدور على المعنى طيب انا ما جاب ليش كلمة دمان لكن جاب لي كلمة شك كلمة شك دي يعني كل كلمة تجور يعني دائما كلمة صفون يعني غالبا لما جي اخطر هعمل ايه هعمل ان انا هدور على الاختيار اللي مكون من فاعل واحد مش من فاعلين مكون من فاعل واحد لان حتة فاعلين دي هندخل في الجزء اللي هقوله دلوقتي اللي هو الباسي بيسان والفاتور بروش الاتنين على علاقة بعض من حيث التركيبة ومن حيث الاستخدام لان ده باستخدمه في زمن المستقبل ده باستخدمه في زمن الماضي هنا مركب وهنا مركب هنا فعل في المصدر تعالوا نشوف مع بعض عملي كده والمقارنة ما بين الاتنين لانا بحب اشرحهم الاتنين الكلمة الدل لو جينا بقى تكلمنا على علاقة زمنين ببعض والزمنين دول كانوا عندك السنة اللي جاتت قال لي زمن اللي هو الفوتور بروش فوتور بروش وهنا زمن اسمه باسي رسون ده مستقبل قريب وده ماضي حديث قبل ما اعمل اي حاجة ده باستخدمه عشان اقول كلمة اه هو جيه عشان دي معنى كلمة سوفة وده باستخدمه عشان اعبر عن حدث لسه خلصان ده سوفة وده لسه ومعلومة سريعة كده انت مر عليك في الانجلش ازمنا simple tenses وازمنا complex tenses ازمنا بسيطة وازمنا مركبة هنتكلم على المركب ليه عشان الزمنين المركبين والبسيطة زي المضارع لسه ايلينه مركبين يعني ايه يعني مركبين من فعلين مركب من فعلين كويس انت في الانجلش يمتقول وتيجي الترجم بترجمه ايه انا اشتريت ما بتقولش انا املك اذا الفعل المساعد اللي موجود في الانجلش اللي هو مالوش ترجم يتحط بس عشان ايه تكوينة الزمن انا في الفرنسية والفتور واشده بتكون من ايه قال لي بيتكون من الليه مضارع زائد المصدر اني مصدر الفعل اللي عايز انتقف في المستقبل طب الناحية التانية ركز كده معاي قال لي بيتكون من فينير د زائد المصدر يبقى اول حاجة شدت انتباهي في الحدثين ان هنا قال ليه في المضارع فينير في المضارع مش مشكلة بس هنا مصدر وهنا مصدر يبقى هما فعلين والفعل التاني في المصدر تمام قال ليه يعني ايه قال لي معناه يذهب بس طالما جه كفعل مساعد عندك في الانجليش فارب تواب ما كانتش بياخد معناه خالص لا هنا مش هياخد يذهب هنا هيجي بمعنى كلمة سوف فارب فينير بمعنى ايه قال لي بمعنى يأتي بس هنا مش هياخد المعنى يأتي اما الجهي عشان ديه معنى كلمة ايه معنى كلمة لسه يعني انا ايه ايه القصة قال لي القصة معتمدة على ان جه ت يل نو يل افك اس فارب قال ليه في المضارع جه في ت يل 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 نو زالان يل يل وقال يل قال لي زائد ايه قال لي زائد المصدر يعني المصدر اه زي ما قلنا كده في بداية البرزون مضارع منتهب او ار مجموعة اولى اي ار مجموعة تانية ار او مجموعة تالتة هي و او اي ار الفعلي بيتكتب على قالته طب لو جيت قلت الفرب فينير المصدر زي ما هو طب هنا المصدر زي ما هو والتصريف حيبقى ايه الفرب فينير معتمد على الفعلي ج ت هه إيل نو فو إيل افك اس تصريف فرب فينير ايه فين او عتنسى اللي انا علمتهولك من شوية فين فعلي منتهي بايه باس يبقى مع ت هو هو مع اليل والقل الفيان تتقل بتبقى ت هنا ذ نو او ان اس هنا ذ ني او زد وهنا فين اللي هي ان ان او ان ت او عتنسى ان فيه هنا حاجة زيادة الدو مش موجودة في فسير بروش زائد ايه قال لي زائد المصدر يا ار يا اي ار يا ار او يا او اي ار طيب فهمنا الكلام ده هنروح فاتحين صفحة جديدة ونتكلم على امت اختار ده امت اختار ده يبقى الفرق ما بين الاتنين قال لي الكلمة الدالة ايه الكلمة الدالة قال لي في الفتور بروش في الفتور بروش بلاقي كلمة زي كلمة دمان دمان يعني غدا قال لي كلمة أبري أبري يعني بعد ألاقي كلمة دمان دمان يعني ايه يعني خلال الناس اللي قالت دم معناها في في لمية وراها مكان خلال لمية وراها فترة عندي بعد كده اي حاجة كلمة بروش او بروشن يعني القادم او القادمة هنا بلاقي ايه ألاقي كلمة افان يعني قبل بس خلي بالكو دقائق ساعة بالكتير ألاقي كلمة ال يا ال يا يعني منذ تمام لو حبيت أدي اكزامبل هقول دمان في الامتحان اهو دمان علي ا مو نقط و كلب والراجل قال لي ا قال لي ب وقال لي س ا هتبقى اللون ب هتبقى اللون اللي واخر واحدة هتبقى داللي نبص كده الاختيارات مين اللي شد انتباهي او ما بدأت قال لي اللي شد انتباهي عندي اه دمان طالما دوما موجودة يبقى حنق فتور براش برافو 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 اللي تكلم فتور براش يبقى رقم اه ما تنفعش ليه لانها مكوانة من فعل واحد والفتور براش ماله مركب مركب من ايه من فعلين طب الاختيار التاني والتالت فعلين قال لي لا بس مركب من فعلين الاولاني ذرب قال ليه في المضارع اللي هو قال لي هتقوله ازاي قال ليه جي مساعد وجي اصلي زي في الانجليش طب اللي تحت من عندي قال ليه اهو مصدر قال لي بس ده فيه ده وده دي من مين برافو مميزة للزمن ايه بتاع يبقى الاجابة بتاعتي هتبقى قال ليه خلاص احنا سنذهب النادي طيب منذو قال لي ال يا د حرف الام يعني دو منوت منذو دقتين حقول ج نؤت بري a b و c حقول v venir vient دو رون تري والتاني حيبقى فينير مبدئيا فعل واحد في المصدر ماينفعش بدأت افكر في الزمنين الزمنين ايه انا عايز الاولان يبقى ذرب فينير يبقى ليه ماينفعش وهاخد يعني لسه من دقتين انا لسه او من ساعتين ايا كان لسه راجع من بريس يبقى اللي عرفني فرب فينير اللي هو متصرف ومعاه فعل في المصدر بس حدي بقى حاجة مهمة اوي 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 بتقول ايه الحاجة دي بتقول انا مش عايز الطالب يبقى حافظ عايزك تمشي الجملة بترتيب وبتمعهم احنا شفنا دوقتي المضارع شفنا مع بعض والفتور الدلة وان الاتنين فيهم فعلين هنا فعل في المصدر وهنا فعل في المصدر ذرب اللي مفهوش د الفتور بروش فيه اللي والمصدر طيب في تكات مهمة اوي 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 مهمة في ايه انا ما بحبش الطالب بيدوس على الزرار يسمع القعدة لازم تكون فاهم لازم تكون فاهم ازاي انا ممكن ذرب يجيلي وورده وما اخترش كلمة دلة على زمن البصير ليه لانو ملقيتش مصدر هنشوف الاجزامبل ده دلوقتي ويجيلي ذي اللي هو فربا قال ليه متصرف مع جوه اخده هو الواحد واس ماخدش جو سورتير نلاقيت كلمة ايه تجور تجور حاخد لكن كلمة دماء مستقبل حاخد الاختيار اللي فيه فعلين لكن تجور حاخد فعل واحد فقط فهي القصة كلها مبنية على بعض تيكات سواء في التصرع في الاختيار او حتة كمان حقولها علاقة الازمنة بالضمائر الشخصية علاقة الازمنة بالضمائر الشخصية يعني الضمائر الشخصية زي اللو واللا واللي او اللو واللر تتحط فين تحط بين الفعالين تماما الفعل التاني في المصدر طيب لما يجيلي مباشر وعندي ذنير د والمصدر ده هيتحط ل اعمل احول د اللي عمري ما شفتها مع بعض اتحولت الى د ولا اسيبها زي ما هي تعال نشوف مع بعض ايه بقى موضوع التكات اللي انا قلت عليها في طالب بيعتبر نفسه ان هو حافظ القعدة حيحل لأ انت لازم تبقى فاهم القعدة مش حافظ القعدة بمعنى الراجل قال لي نقط point je vient de Paris وجاب لي A وجاب لي B وجاب لي C اتفقنا ان هم ثلاثة اختيارات A قال لي Aujourd'hui B قال لي Demain C قال لي Il Ya De Zor وحل طبعا فيه ناس بسمعاني دلوقتي استعجلت وقالت ايوة venir ود يبقى الباسي ريسان اللي هو بيدل عليه كلمة الي معناها منذ اقول له غلط ليه غلط انت سمعت طب طالما بتسمع كمل القعدة للاخر انت قلت je اللي قلت الزمن بيكوه من فنير ود ايوة كمل والمصدر مفيش مصدر فين المصدر مفيش مصدر يبقى المصدر هنا مش موجود طالما المصدر مش موجود يبقى ده مش زمن مش زمن المضارع العادي الفعل يجب معنى الاصلي اللي هو معنى ايه؟ يأتي من هنا ده لها معنى من وبيجي وراها مكان يبقى في الحالة دي زمن ايه؟ المضارع ليس دماء وليس إليا يبقى الحل بتاعي حيبقى هو إليا اللي هو أجردوي اليوم انا جاي من فريق دي التكات اللي بتيجي في الامتحال طب تكة كمان مهمة عشان كاي بقول لك كمل الجملة لغاية الاخر جملة كمان يجي يقول لي ايه؟ وده علاقة قواعد ببعضها يجي يقول لك تُو فيان دو فار ل دوووار انت لسه مخلص الواجب وي جو فيان نقط فار لسه عامل الواجب انا لسه عايزة وليسه عامله وفتح اختيارات A B C ال A هتبقى D وهنا هتبقى D LA وهنا هتبقى D LE طبعا في ناس عمالة تفكر دلوقتي يقول لك ده زمن الفتور لا ده مش فتور ده زمن اللي بيتكون من فينير وده والمصدر وجاب لي ضمير شخصي لدوفور حيبقى LE حيتحط فين قال لي القاعدة بتقول لما يكون عندي زمنين والتاني في المصدر الضمير بيتحط فين في النص يبقى اللي حتتحط هنا طالما الفعل التاني في المصدر اذا الحل حيبقى ايه قال لي حيبقى جو فيان ده والمفروض احط LE واقول كلمة فار فانت حافظ في اللي انت حافظ دماغك ايه ان دو مع اللو بتتحول تبقى دو فاختار دو اقول لك غلط ليه لان دو دي ادوات اتغام بيجي وراها اسم لكن الضمير الشخصي لما بيتحط بيجي ورا ايه بيجي ورا فعل اذا يحصل في حاجة زي كده قال لي الاول واخر مرة الضمير الشخصي المباشر اللو المفرد والجمع اللي بيجي قابلهم دو ويبقوا كما هما في في ايه في البصيريسون مع الضمير الشخصي يبقى الحل اللي حيبقى دو وليس دو اما الايه الدو لا دي مؤنس انا ما عنديش مؤنس في الجملة اذا عملية الضمير الشخصي وعلاقته بزمن البصيريسون المباشر بيبقى دو مع اللو زي ما هو وبيبقى دو مع اللي زي ما هي بحل الكلام ده بناءا على الازمينة دي بناءا على الكلمة الدلة وبختار طالما بصيريسون او بختار الجمل الاختيار اللي فيه فعلين والاتنين بيتميزوا ان هما الفعل التاني في المصدر بس بيجي وراء المصدر مباشرة بيجي وراء قبل الفعل بيجي دو وبعد كده الفعل في المصدر ونركز في جملة لما يكون بيجي أصلي جي أصلي لما الجملة بتاعة أنا جاي من باريس مالوش علاقة بالبصيريسون خالص اعزائي الثلاثة شفنا حلقة النهاردة جميلة جدا 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 بيجي منها في الامتحان مظبوط اوعى تقول نفسك البرزون ما يجيش البرزون بيجي البصيريسون لو جه بيعتمد على الكلمة الدلة بيعتمد على ان فنير ودو لازم يجي وراء فعل في المصدر الفتير براش بيعتمد على الكلمة الدلة وبختار من بين الأقواص فعلين جنب بعض والتاني لازم يكون مصدر بالأولان اللي ينزل بقى ذر بقى ليه شفنا التكاية بتاعة إن أنا لما حط ضمير شخصي في البصيريسون فبيجي قبل المصدر والمصدر أصلا مصبوك بدو فالدو مع اللي عمرها ما تبقى دو بتبقى دو الدو مع اللي بتاعة الجمع عمرها ما تبقى دي بتبقى زي ما هي دو ليه في الحالة دي فقط انت حانسه ترحي من انت خدته ما فيش أي مشكلة هتعوقك عن الحل غير إنك ما تدريش تختار استبعد شوف انت بتختار بناء على إيه بمشي مع الجملة خطوة خطوة أنا عندي الكلمة الدلة حطتني في الموت بتاع إيه حطتني في الموت بتاع الفوتور بروش يبقى أنا عايز فعلين والتاني مصدر والأولين قال ليه حطتني في الموت بتاع الباسيري صون يبقى لازم الكلمة الدلة تبقى إليا وزمن صغير ما يتحكش عليه وقللي إليا يحطي لي تروازون تلات سنين ده يبقى زمن تاني خالج اسم الباسير كومبوزير مش بتاع مش في القاعدة دي إذن واحدة واحدة خلصت الجملة الفعل اللي عندي مين هختار بناء عليه إيه طب أنا عندي ج ها هختار في مين اللي بأس وده رجعنا أو قلنا الكلام ده في أول الحلقة مع لما قلت ما فيش فعل مع ج بينتهب ت ما فيش فعل مع ج بينتهب اكس بينتهب بدي لكن بينتهب اكس بينتهب أس إذن هختار فيان فيها أس مع د مع المصدر شفنا لما قلت نقط وعندي ج فيان دو باري حط كل مدلة طبعا كله جري على الفيان دو وقالت ده الفصيريسون طبعا ده مبارع فعايزك تتقنى في الاختيارات أرجو أن حرقة النهاردة تبقى تدبنا إن شاء الله نلتقي في حلقات قادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته